لا تزال قضايا الفساد تلاحق علي غلام مالك شركة بوابة عشتار المالية بعد فضيحة مصرف الرافدين وإلزام الأخير بدفع 600 مليون دولار وفق ما وصف بأكبر عملية فساد وابتزاز وثائق جديدة كشفت عنها وسائل إعلام تؤكد السلام ثلاثة مصارف تعود ملكيتها لغلام وهي القابض والأنصار والشرق الأوسط أكثر من ثلاثمائة وواحد وعشرين مليار دينار وهي ما يعادل ثلثة المبلغ البالغ تريليون دينار عراقي المخصص من قبل البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة في البنوك العراقية البالغة 72 مصرفا وتشير مصادر في البنك المركزي العراقي أن تلك الأموال قد صرفت بذريعة إعادة تأهيل أحد المعامل التي يملكها علي غلام وتمويل مشاريع أخرى وهمية حيث كان الاتفاق على تجزئة المبلغ على المصارف الثلاث التي يملكها للتغطية على الاتفاق الذي جرى في شهرين آذار وأيان الماضيين اتهامات يشير خبراء اقتصاديون إلى أنها تأتي ضمن سلسلة خروقات تجري بالبنك المركزي العراقي الذي منح أيضا غلام وهو الواجهة المالية والتجارية لميليشيا العصائب منحه القدرة على المشاركة في مزاد بيع العملة الأجنبية والاستحواذ على الحصة الكبرى مع قدرته على وضع أموال طائلة مشبوهة وتجميدها أسبوعيا في البنك المركزي ليواصل يوميا مشاركته بهذا المزاد الذي فاقت مبيعاته يوميا 250 مليون دولار أما عن كيف ولماذا يجري الكشف عن هذه الوثائق حاليا رغم سحب وكالة موديز للتصنيف المالي الدولي لإتمان من المصارف التي يملكها علي غلام وفقا لمصادر مطلعة فإنها تأتي ضمن الصراع السياسي الذي تفجر مؤخرا بين الإطار التنسقي والتيار الصدري وتكشف الجانب الأسود الذي لطالما حرص الشركاء السياسيون على أخفائه بتخفيف أثار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تلك التي بسطت نفوذها في العراق عبر أذرع اقتصادية تضاف إلى ميليشياتها التي تحمي مصالحها